السائل يقول هل كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة يعتبر بدعة وجزاكم الله خير نعم الإجابة نعم لأنه يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه تمام وبالتالي يبقى أي عمل سنة لابد يكون عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة وقررهم عليه عمل الصحابة وقررهم عليه يبقى ذا كده من السنة أما خلاف كده مما يحدث الناس يبقى ما من السنة أها مهم جدا الكلام يا أخوانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمرنا هذا لا لاحظ من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا أمرنا هذا مكصود ماهي شنو؟ الدين ولا الدنيا؟ الدين أما الدنيا قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم الدنيا دي أي شيء تعمل فيها ما يعتبر بدعة لأن الليلة مثلا المكرافون دا والكاميرا والمراوح والفرشة اللي إحنا قاعدين فيه والجير والطيارات والكده العربات وكلها دا من أمور الدنيا دا ما من أمور الدين أمور الدين العبادة يعني عبادة صلاة وصيام وذكر وحج واحتفال وعمرة وكده دا كله دين أما الدنيا أمورك أنت العادية يعني تأكل شنو وتشرب شنو أي حاجة مباحة لكن لا شنو الأشياء اللي حرمت الشريعة يعني زي الخمر وكده